مرحباً أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لمولود برج الثور لشهر 12 ديسمبر 2022 إن شاء الله رح يكون بداية شهر ممتازة جداً يكون آخر شهر كمان بالسنة مليئ بالأمور الإيجابية اللي بتصب بصالحك على جميع الأصعدة لأن هذا الشهر إذا كان معك ممتاز ومليئ بالأمور الإيجابية مثل الإنجازات أو تحقيق الأهداف كانت الأمور المهنية أو مالية أو حتى عاطفية إثق تماماً بتبدأ السنة الجديدة بتثقة نفس رائعة جداً قادر من خلالها إنك تحقق كل الأمور الذي يتسبوا إليها فإن شاء الله يكون هذا الشهر اللي هو شهر 12 ممتاز جداً ويصب بصالحك على جميع الأصعدة لنبدأ يا أصدقائي بسحب الكروت بسم الله بتمنى لك حد سعيد من كل قلبي إنك تستحق يا صديقي يا برج إثور كل الحب والتقدير وخصوصاً عطيبة قلبك وحسن معاملتك مع الآخرين عندما في كثير من الأشخاص اللي كانوا حولك وكنت تقدم لهم يد العون والمساعدة دائماً بس ما كانوا يبادلوك نفس المشاعر لما كانوا يحتاجوك ما كنت تقصر معهم لا بأي مساعدة أو بأي موضوع إن كان يصب بمصلحتك إلى الأمام لما أنت تحتاجهم ما بتلاقيهم جنبك وانا بتلاقيهم حتى يقدمو لك يد العون أو المساعدة كانت صغيرة أو كبيرة بس دائماً طلع يا صديقي يا برج اثور على الكوب المليان كيف يعني الكوب المليان إنو هذول الأشخاص انكشفت ورقتهم أمامك بالفترة القادمة حتى لو طلبوا منك أي مساعدة أو أي موضوع إن كان ما راح تقدم لهم يد العون أو المساعدة أحسن ما تظلك مخدوع فيهم بالفترات القادمة وإن شاء الله الفترات القادمة راح تكون أفضل وأفضل وتلاقي أشخاص ترتاح لصحبتهم ويكونوا قد الثقة اللي بتمنحهم إياها طبعاً يا أصدقائي لا تنسونا في الاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى وأتمنى أنك تدوس على اللايك الآن فلاش تنسى من اللايك يا صديقي طبعاً يا أصدقائي أنا بعمل ثلاثين قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم بطريقة عشوائية من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو طبعاً الأشخاص اللي بتربح معي قراءات خاصة القراءة كشف كامل روحاني عاطفياً ومهنياً التوقعات القادمة بإذن الله تعالى وإذا فيه موضوع معين بحاجة إلى نقاش بشكل مباشر بنتناقش فيه وإن شاء الله بنلاقي له حل لنبدأ في القراءة يا أصدقائي بسم الله ينصب اهتماماتكم على ضبط ميزانيتكم لأنك تشعر هناك الكثير من المصاريف والنفاقات اللي بتطلع منك ما إلها داعي من مصاريف يومية أو شهرية وستنجح بهذا الأمر وتضبط الأمور المالية وستعود إليك بالنفع ورح تقدر من خلال هذا الموضوع والبرنامج الجديد إنك تقدر تحقق إنجاز بضبط الأمور المالية وتقدر إنك تذخر كل آخر شهر مبلغ مادي جيد جداً هناك مال سيعود لك يعود لشراكة أو لعمل قديم كأتعاب هذا المال إنت ما كنت متوقع إنه يعود لك يعني كنت زي اللي مسامح فيه ومش متخيل للحظة إنه يجيك بس دائماً ما بموت حق ورا مطالب طول ما أنت مطالب بحقك بإذن الله تعالى رح يرجع الحق لأصحابه وإنت صاحب حق والله يرزقك كمان وكمان هناك خلاف بينك وبين شخص من الأبراج النارية طبعاً قراءة للجنسين يا أصدقائي الذكر والأنثى هناك خلاف بينك وبين شخص من الأبراج النارية هذا الخلاف يعود بسبب شخص زرع الفتنة بينك وبين هذا الشخص أنت لا تريد الخلاف هذا بينك وبينه لأن هذا الشخص عزيز جداً ع قلبك وبتتحايد أنه يصير تطشات أو مشاكل بينك وبينه حاول قدر المستطاع ضبط أعصابك لكي تقود الأمور بنجاح وتقدر تصل للشخص اللي فتن بينك وبين هذا الشخص اللي من الأبراج النارية لأنه استخدم هذا الشخص له أسلوب يشوه سمعتك ويحكي حكي ما نحكى أو ما صار عنك من قدر المستطاع بتمنى أنك ترد عن نصيحتي تحافظ عدو أعصابك لك من الأشخاص الذكية جداً وقادر أنك تقود الأمور بنجاح وأنه ما يكون في خلاف قوي جداً بينك وبين هذا الشخص إذا ضبط أعصابك لنكمل يا أصدقائي تزداد رغبتك في السفر إلى دولة أخرى الحظ يبتسم لك في مجال السفر وخصوصاً من المواقع بتعيد الشركات المواقع طبعاً يا أصدقائي اللي هي في شركات بتكون على البرامج الإلكترونية بتكون طالبة عمال أو موظفين وأشياء من هذا القبيل حاول تركز على هذا المجال ورح تحظى بفرصة رائعة جداً تعود إليك بالنفع والتغير الجذري المادي والاجتماعي استلقى الكثير من الدعوات إلى مناسبات سعيدة مثل حفلات الزفاف أو عزومات الغداء ورح تكون بهذه المناسبات رائع جداً ومثل الوردة اللي مفتحة ملفت للانتباه متكلم رائع جداً تجلب الأنظار إليك رح تكون زي النجم في المجلس أو بهذه المناسبات والله يحماك من عيون الأشخاص اللي من حولك لأنه في كثير من الأشخاص اللي رح يتطلعوا عليك نظرة الغيرة والحسد ولا تستهيني صديقي يا برج الثور كلمة الحسد العين أخذت حقها من الحجر قديش الحجر قوي ومع ذلك أخذت حقها منه لدرجة أنه انكسر الحجر وفي قصة قديمة بهذا الموضوع وح أحكي فيها بحلقة ثانية يا أصدقائي لنقمل يا أصدقائي هناك الكثير من الأحداث الرائعة جداً تنتظركوا بشهر 12 ديسمبر 2022 كونوا أكثر اهتماماً في صحتكم وخصوصاً بشهر 12 هناك بقى اتراجع في الأمور الصحية استشعر في بعض الآلام في الرأس وفي الظهر وأسفل الأقدام أنت بحال طبعك يا صديقي يا برج اثور نخلي الأمور الصحية آخر أولوياتك علماً الصحة هي كل شيء ودراحة الصحة راح كل شيء فحاول أنك تخلي أمورك الصحية من أهم أولوياتك وخذ قصد من الراحة الكافي لكي تستعيد نشاطك وعافيتك وتقوم بمهامك اليومية على أكمل وجه والأشخاص اللي بلاحظوا أنه عندهم أعراض غير اعتيادية ما يترددوا أنهم يعملوا الفحوصات اللازمة لكي يتطمنوا على أنفسهم لنكمل يا أصدقائي تزداد نشاطك على مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتس أب ستكون منشوراتك تلفت الانتباه على أشخاص جديدين يعني تعرفت عليهم بآخر فترة أو أول مرة بشوفوا صفحتك على الفيس أو أشياء من هذا القبيل ورح تلاحظ أنهم حابينهم يتقربوا منك ويتعرفوا عليك بشكل مباشر مثل أنهم يعني يعملوا موعد لقاء أشياء من هذا القبيل هذا الموضوع يشعرك في الارتياح وبالثقة النفس اللي بتخليك تدفع بمصالحك إلى الأمام وإنت من الأشخاص الرائعين جدا ولا تستهين بحالك يا صديقي يا برج الثار نكمل يا أصدقائي هناك شخص يحاول صرقتك هذا الشخص من المقربين من حولك وينتظر الوقت المناسب كافي عن الوقت المناسب يا صديقي يا برج الثار حاول أنك تكون منتبه على امتلكاتك الشخصية مثل محفظتك تلفونك المال تبعك أشياء من هذا القبيل لأنه هذا الشخص ما رح يتردد بصرقتك إذا سمحت له الفرصة في مثل حلو يا أصدقائي المثل شو بقول حرص ولا تخون يعني دير بالك على ممتلكاتك الشخصية وبإذن الله تعالى الله يحماك بحمايته وهذا الشخص ما رح يقدر أنه يسرق منك أي حاجة من ممتلكاتك الشخصية لنكمل يا أصدقائي هناك الكثير من الأحداث التي تنتظرك شهر 12 ستكثر من السفرات القصيرة بين المدن ستتلقب أشخاص رائعين جدا ترتاح إلى صحبتهم ورح تتحدث في أمور رائعة جدا تثير انتباهك في الأمور المهنية خصوصا حاول أنك لا تأخذ أي قرار بشكل سريع في الأمور المهنية لأنه إثق تماما صديقي برج الثور هذول الأشخاص يعني جديد أنت متعرف عليهم ودائما الشخص لأول مرة بتعرفه بعطيك أحسن إشي عنده فحاول يا صديقي برج الثور أنك خذ وقتك الكافي قبل أنك توافق على موضوع مهني أو أشياء من هذا القبيل لنكمل يا أصدقائي هناك حب قادم وعلاقة جديدة هناك شخص سيعترف لك فحبه إلك هذا الشخص يعني كانت في معرفة عادية بينك وبانه يعني ما فيها أمور عاطفية واشياء من هذا القبيل وإنت يعني نفسك ما بتعرف شو مشاعره اتجاهك وما بتعرف إنه بكنن لك هذا الحب الداخلي سيعترف لك هذا الشخص إنه بحبك بمعنى الكلمة ويفتح معك موضوع إنه يكون معك علاقة عاطفية حاول لنك تكون يعني بهذا القرار أكثر وعيا كنصيحة طبعا صديقي يا برج الثور تحملني بهذا الموضوع كل واحد حسب وضعه الاجتماعي يعني اللي عنده شريك حياة مستقبلي اللي عنده شريك بتزوجون مش للصالح وهذه العلاقة وخصوصا من هذا الشخص فيه ميزات رائعة جدا رح تنسجم معاه بشكل كبير رح تنسى عائلتك وأفراد أسرتك كالتالي رح يصير عندك انهيار في العائلة وأفراد الأسرة فمش للصالح بتكون هذا الموضوع أما الأشخاص اللي ما عندهم شريك أو حبيب فهذه الفرصة رائعة جدا وشخص مناسب لكو يا أصدقائي يا موليد برج الثور قرأتكو طبعا بعدها ما خلصت كثيري جدا يا أصدقائي يا موليد برج الثور بس أنا ما بحب الحلقة الطويل أكثر من هيك لساتني ما حكيت في الأمور العاطفية بشكل مفصل أو الأمور الدراسية والتوقعات الكثيرة أيضا لا تنسونا طبعا بالاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس و لا تنسوني من اللايك وإن شاء الله القادم رح يكون أفضل وأفضل بإذن الله تعالى كل الحب والتقدير ترجمة نانسي قنقر